السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم فراقرانس كويتي مهتم بالعطور وأدون تجاربي وأنقلها لكم اليوم معاي أحدث عطورات فريدريك مال واللي هو أنكتجم هذا العطر مستوحى من عطر روسيل الشخصي مال قاعد خمس سنين عشان يقنع روسيل أنهم يطلعون عطر مستوحى من عطره الأساسي العطر بشكل عام قبل لا أدخل بتفاصيل كثيرة العطر يشبه كريد توبروم ولكن منزوع الصفة التبغية وأيضا بعض الملامح من فرنش لوفر ولكن بأقل حدة لا أعني أن يشبههم ولكني تذكرت أجواء هذه العطور بشكل عام قريت يعني عن العطر تعليقات كثيرة صراحة هناك الكثير من خيبات الأمل حول العطر وهناك الكثير من الإعجاب لذلك يا صديقي أنا لا أنصح بالشراء العمياني جرب العطر لأن أدري أنه ما راح يعجب شريحة كبيرة روسيل بشكل عام هو كيميائي وعطار وبهذا العطر فرد عضلاته الكيميائية خلونا ندخل بتفاصيل العطر العطر بالافتتاحية راح يكون عندنا الزنجبيل بطريقة منعشة بطريقة تابلية باردة نوعا ما وحارة بنفس الوقت تم تطعيم هذه الرائحة بجوست الطيب وجذور حشيشة الملاك هنا صارت تمازج جميل إلى الأخضر نوعا ما مع لمسة من الزنجبيل بالإضافة إلى الحمضيات أحطاني رائحة كلونيا غديمة هذه الصفة راح تمتد بالعطر من البداية إلى النهاية وهي عاصة بالعطر الأساسي وهنا نشوف إمكانيات روسيل الكيميائية بتثبيت الافتتاحية من البداية إلى النهاية بعد ذلك راح تدخل عندنا رائحة تميل إلى رائحة اللبان ولكن بطريقة محترقة نوعا ما اللبان بطريقته القديمة يعني تحسنا رائحة لبانية قديمة جدا مع لمسات رقيقة جدا من الجلد تم تطعيمها بجو عنبري بسيط جدا يكاد أن يذكر من الأبدانوم هنا أنا ما شفت التأثير صراحة العنبري بشكل عام ولكن أشوف تأثير اللبان هو النصيب الأكبر وهني ممكن يكون العطر يوجه أو موجه لفئة الثلاثين وفوق ما أشوف أن الشباب الصغار راح ينعجبون بهذا العطر بعد ذلك راح تظهر رائحة الفتفير بطريقة خشبية بطريقة راطبة منعشة بنفس الوقت وأخيرا راح يكون ظهور للمسك بطريقة بسيطة جدا وغير ملحوظة تماما بشكل عام هذه هي تفاصيل العطر العطر رجولي بحت ولا يقبل التأنيث ولا تخيل أنثى ترتدي هذا العطر بالنسبة إلى أداء العطر أنا أول ساعة أفقد العطر تماما ولكن الكثير من التعليقات حول هذا العطر حين أرتديه ممكن يكون من أفضل خمس عطور اللي حصلت على تعليقات كثيرة بارتداء ولكن بالنسبة لي ما أشمل العطر عشان شذي الكثير من الناس يقولون أداء ضعيف إذا كنت مجرب هذا العطر أرجو كتابة رأيك أسفل هذا الفيديو تحياتي لكم فراغرانس كويتي ترجمة نانسي قنقر